اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمارات وشعر التاحهم يعني شوية راه مضرر يديروا هذا الماسك يعني راه صالح لجميع الفئات سوال راحة للبحار ولا راحة اللابيسين ولا لي دير الخمار ولا لي مجدراء خمار هاولي كونتكم مكونات وطابعة رحوا نشوفهم ونحضروا الماسك هذا والكيراتينة والبروتين هذا مع بعض نوريكم طريقة التطبيق التاعو في الانستغرام ارقوا الستوريات على الانستغرام تشوفوا طريقة التطبيق التاعو هنا ننطش نطبقه معكم نوريكم برك نقول لكم طريقة كيفية بس علي حابة تشوف طريقة بتوصل تروح تلتح قلبية في الانستغرام ونحضركم في اسطوريات اول مكون اللي نحتاجه في الماسك التاعنا نحتاجه حابة تعمو سكون طايبة بزيف بهذا الشكل حابة تعمو سكون طايبة بزيف مناصرتكم واضح المكون الثاني نحتاجه صفار البيض هنا صفار البيض على حساب طلبة كثفت شعرتكم انا هنا ديت زوج صفار بيض انا شعر تاعي جاي طويل واكتفيت بحبة تعموز لي شعرهم طويل بزيف وكثيف يروحوا يمشوا حتى زوج حبة تعموز والله حبة ونسب تعموز صفار البيض كذلك من صفار حتى كنتم راحين يديروه كامل مع بعض سمات ديروه كامية كبيرة باش كامل تكفيكم انا راح نديروه شعر تاعي شعر تاعي طويل اكتفيت بحبة تعموز وزوج صفار البيض المكون الثالث اللي نحتاجه انا عندي هذا الزيت ملا مارك الار بيوتي شعر تاعي هذا الزيت راح رائع للشعر سواء للترطيب للتنعيم وكذلك لتساقط تاع الشعر هاده هما ثلاث مكونات نا騎ي هذه اللي معندهاش هذا الزيت هذا الزيت اار راح متوفر الاخمسة واخمسين ولاية consoles لما انتوفرش على هذا الزيت تتقدر تدير اي زيت يناسب الشعر تاحة سواء آه اا زيت جوز الهند او زيت اللوز أو زيت السنسم او زيت الخاروة كل تحدي هذا يدير ذات اللي انسب الشعر تحت ti s who as so as mejores التات التحالي في مناسبة هذا الزيت اشتركوا على مارك انتاعي الناس لا تتابعني في الانستجرام سوف نضع صفحة التاعي لكي ترى المنتوجات المنتوجات طبيعية نذهب الى بركة الله نحضر المسك نضع حبة الموز نضع ايناء اللي سوف نخلط فيها المكونات حاولوا انوحة الموز تكون طيبة مليح لكي نستفادوا من الفوائد انتاع نضيف عليها صفار البيض نضيف عليها الزيت 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 مغرفة كبيرة من اي زيت انا نضيف المكونات ونرجع لكم هاولكم ان الخليط اللي تحصلت عليه بعدما ميكسيت الموز مع صفار البيض والزيت هاولكم الخليط اللي تحصلت هنا بك راح نعطيكم نقطة لو كنت راح تديروه للشعر تيحكم باكمله يعني ملجوه دور حتى للاطراف ضعفوا كمية المكونات بش يكفيكم للشعر تيحكم خاصة اللي يشعرهم طويل وكثيف سما ضعفوا المكونات لو كنت راح تديروه غير للاطراف ديروه على حساب الطول والكثافة تعطي شعر تيحكم كما هنا انا راح نطبقه على على اطراف تعال الشعر التعي فقط ما نشح نطبقه على الجذور بس كل جذور راني ديروه ماسك تعال السدر والحنة اذا كنتوا مهتمين خلوا لي في التعليقات باش نشاركوا معاكم المرة الجاية انا هذا اليوم لم تدرت كمية كبيرة اكتفيت غير بزو صفار بيض وحبه تعموز على طول الشعر التعيبس والشعر التعيبس اكتفيت بزو صفار بيض وحبه تعموز ومغرفته زيت ورح نطبقه غير على الاطراف والفروه راني ديرت لها ماسك تعال السدر والحنة اذا كنتوا مهتمين خلوا لي في التعليقات نشاركوا معاكم المصفة اذا كنتوا حبيين اضعوا ماسك هذا للشعر التعيبس من الاطراف للجذور ضحفوا كمية المكونات هم لدي احدث بيولنستغرام اشتغرام مرة الماضية انا قمت بشعر التعي من الجذور حتى الأطراف يعني قمت بكمية كبيرة ولمشاركتش معاكم هنا في توتب اشاركتها معاهم في الاشتراك قمت بكمية كبيرة طريقة التطبيق تحقيقه من الجذور للأطراف كيف تحكمو خاصة بخاصة تكون مشتين شعرتكم تزوج كمية من الخالطة من الواسك هذا تطبقوا على الشعر خاصة بخاصة بخاصة بهذه البارقة شو رحكم تديروه في الكيراتين او البروتين بهذه البارقة يعني خاصة بخاصة حتى تكملوا الشعر بتاعكم كامل من الجذور حتى للأطراف وتغلفوا الشعر بتاعكم ببوني بلاستيكي ولا كيس بلاستيكي كل تحديوش متوفر عندها وتخليوه مدة ساعتين حتى الثلساعات بالكثير ربع ساعات وتغسلوا الشعر بتاعكم اذا كنت رح نديروه غير الاطراف كما رح نديرو انا تكونوا ديرين ماسك مقضل للفروة تاع الرأس تاعكم رح نديروه للاطراف تبقوا على الاطراف تاعكم كذلك خاصة بخاصة على الاطراف كامل وهو تطلعوا الشعر تاعكم لفوق وغطيوا الشعر تاعكم كذلك ببوني بلاستيكي ولا كيس بلاستيكي ونديروه فوطة والله محر ما كنت احده وشت موفعة تستعمل وتخليوه على حساب المدة الماسك اللي هاكم ديرينوه على فروة الرأس كيما انا هنا ما نشرح رح نقعد به بزبس كوناني دير الحنة والسدر للشعر تاعي سما رح نكتفي بساعة غير ربع ماذا كوا مع الماسك اللي ها نديرتو في الفروة هذا كوا تولي عندي ساعة ونصف ونقص للشعر انتاعي كما قلتكم لو كنتو حنديروهم الاطراف للجذور قعدوا به من ساعة حتى الاربع ساعات وتغسلوا الشعر تاعكم عادي اذا كنتو حنديروه على الاطراف على حساب الماسك اللي هاكم ديرينو للفروة لو كنتو ديرين ماسك للفروة تاعكم سموهذا ديرينو للاطراف احسبوا على المسك لكم ديرينه في الفروة على رأس التاعكم نتمنى الطريقة تكون مفهومة واذا كنتوا ديرين غير زيوت والله هذك ثانية راجعة لكم يعني لحسب المدة اللي هكم ديرين الزيوت للشعر انتاعكم هذا بالنسبة تديروه للأطراف واذا كنتوا راحين تديروه للشعر تاعكم كامل يعني منذ دير الأطراف يعني أعدت لكم المدة وتغطيوا لك شعر تاعكم بكاس بلاستيكي ولا بوني بلاستيكي محرما ولا فوضة تريحوا به وبعد ذلك تدخلوا تغسلوا الشعر تاعكم عادي ما تخافوش من رائحة تاع البيض كانت يتقول لي تبقى رائحة تاع البيض في الشعر اما تبقاش رائحة تاع البيض في الشعر تغسلوا الشعر تاعكم واللي خافت خافت انها تبقى لها رائحة تاع البيض في الشعر تاعها جيب مغرفة بتاع الشامبو اللي تستعملوه ويفضل انه يكون شامبو تاع اطفال الوصفة هذي غيراني مشاركتها معكم في قناتي مغرفة شامبو تاع اطفال اذا استعملوا المريض للتعاملين ايضا لا تريد حضور شعر تبا لا تريد حضور شعر تبا تقلب دائما تقلب دائما بمقوعة أوراق الزيتون ماء الورد أو ماء الزهر هذا أراجع لكم أنا أعطيتكم عدة اختيارات كلتا وحدا يعني باش حابة تشل الشعر التحات تشل الشعر التحات يعني ذي اللي بغا تقول خافت من رائحة البيض أما رائحة البيض رأي ما تبقىش يعني كتغسلوا شعر تحكم بالشامبوة والبلسم وتشلوا شعر تحكم هي تروح رائحة البيض بس صح لي خافت تقولك أن تبقى لي رائحة البيض أنا أعطيتكم باش تشلو الشعر بتحكم يعني وما مطلقة رائحة مفهومة لما فهمتش أي حاجة تخلي لي في التعليقات ورح نجاوبها بكل فرح وصرور لعندها أي استفسار تصويرها تخليه لي في التعليقات ولا تبعث لي في الانستجرام ورح كذلك نجاوبكم بكل فرح وصرور الماسك هذا لو كنتوا رحين تطبقوه على الفروة على الرأس حتى للأطراف تديروه زج مرات في الأسبوع لو كنتوا حديروه من الفروة وللأطراف تديروه زج مرات في الأسبوع خاصة لو دومتوا لها النتيجة تتاوي جد رائعة ما ندبش لكم لشعرهم ممليح نتيجة رح يلاحظوها من أول استعمال لشعر تحهم يكون ضرر مضرر للدرجة هذي ضرر يكون كبير مع المدومة باش يلاحظون النتيجة أما لكون ضرر تحهم خفيف رح يلاحظو نتيجة أولية من أول استعمال مع الثاني مع الثالث رح نشوفوا نتيجة جد رائعة في أطراف هذا هناك نتمنىكم ان تجربوا المسك هذا وتبعتوا لي تطبيقاتكم في الخاص يعني في الانستغرام وراح نبرتجها معكم ولي عندها اي استفسار او اي حاجها بتصغصي لها سوى تخليلي في التعليقات ولا تجي تلتحق بيها في الانستغرام وتبعتلي في الخاص وراح نجاولكم كما بتكون بكل فرح وصرور طريقة تروحوا الانستغرام تشوفوا الطريقة بالتفصيل ثم للشعر انتعي هنا ما نشرح نطبقها معكم في اليوتيوب في الانستغرام رح تشوفوها في السطوريات هاولكم عوامة المسكتان انا اتمنى صورة تكون واضحة كان هذا والفيديو تادي تالي ومشاء الله هنا ايجاكم اذا كان نجبكم فيديو تالي ومتساوي الدرجان وتشوفو تعمل اصغراتكم واشتغل الفائدة شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته